السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا بكم مرة تانية في الجزء التاني من الدرس التاني من الوحدة التانية واللي كان عنوانها يعني انا اريد ان اكون صحي طبعا هنا في كل وحدة لازم يديني جزء كده خاص بالمس الجزء التاني النهاردة بيكلم لي عن المس عن الرياضيات وازاي حبيبي انا بعمل adding يعني بعمل اضافة and subtracting وكمان طرح للdecimals decimals حبيبي اللي هي الاعداد العشرية او الكسور العشرية طبعا حبيبي شكل ما قلنا ان العدد العشري معناها ان فيه عدد صحيح بالاضافة الى الكسر العشري يعني لو انا قلت كده one point twenty اه هتقول لك ده ايه عدد عشري ده عدد عشري لان فيه عدد صحيح وكسر طب لو انا قلت zero point seventy five هتقول لي اه ده كسر عشري ليه هنا مفيش عدد صحيح بقى ده عدد عشري وده كسر عشري النهاردة بقى ان شاء الله هناخد ازاي بجمع الاعداد العشرية دي وازاي كمان بطرحها درس مهم جدا ولكن سهل وبسيط جدا بس قبل ما نبتدي يلا لما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك التنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله تعالوا نبتدي يلا بالكلمات المهمة اللي المفروض نحفظها عشان تسعيقناها في الدرسة ده اول كلمة طبعا كلمة add 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 حبيبي بمعنى يجمع treat وانا قلت تي مع الار لازم اطلع هوا كده من بقى ايه وانا قلت تريد treat position 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 يعني موقع original 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 معنى اصلي total 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 معنى كلي distance 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 يعني مسافة subtract 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 معنى يطرح whole number whole number whole number وانا whole number يعني عدد صحيح whole number match 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 some 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 معنى ملاي عسابية weight 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 بمعنى وزن decimal decimal point decimal point decimal point decimal point اللي هي العلامة العشرية ثانى decimal point اللي هي العلامة العشرية حبابي اهم حاجة في جمع وطرح القصور العشرية او الاعداد العشرية هو decimal point decimal point اللي هي العلامة العشرية شكل ما احنا عارفين حبابي ان العلامة العشرية دي او decimal point بيبقى بلها whole number يعني يمت الشمال منها هو whole number يعني لو أنا كتبت هنا two يبقى ده whole number ده اتنين صحيح طيب كل اللي عليمين العلامة العشرية فهي decimal fraction يعني كسر عشري يعني لو كتبت هنا ثلاثة خلاص كده كسر عشري لو كتبت four كده كسر عشري كل اللي عليمين العلامة كسر عشري ولكن أهم حاجة في موضوع جمع وطرحل الأعداد أو الكسور العشرية هي العلامة دي حبيبي وهنا بقى حبيبي حسأل سؤال بسيط جدا هو ممكن العدد الصحيح أحوله لعدد عشري هتقول آه مصدر طب ازاي أنا مثلا عندي ثلاثة الثلاثة ده حبيبي خلاص ده whole number ده عدد صحيح طيب أنا عايز أحوله لعدد عشري اللي عادي جدا بحط point يعني علامة حط zero 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 أي عدد أصفار بقى الأصفار اللي عليمين من العلامة العشرية حبيبي ليس لها أي طيمة فده بقول عليه عدد عشري تاني بقول عليه عدد عشري طيب يا مصدر بقى عشان أجمع أو أطرح عدد عشري هعملي قال لي رقم واحد حبيبي لازم أحط الرقمين بشكل عمودي تاني لازم أحط حبيبي الرقمين بشكل عمودي يعني لهو مثلا بقول لي جمع two point one three two plus two point five two أنا عايز أجمع ده حطي لي بقى الأرقام دي فوق بعضها تاني حطي لي الأرقام دي فوق بعضها مع مراعاة العلامة عشان كده قلت لك أن العلامة العشرية دي أهم حاجة في الموضوع تاني الدسمال point أهم حاجة في الموضوع بمعنى ادي الدسمال point بتاعتي جميل وبعدين أحط الأرقام بنفس الترتيب أهم حاجة الدسمال point تبقى فوق بعضها ادي two ادي two طيب ادي one ادي three ادي two هاخد من أمية الشمال ادي five ادي two طيب هتقول لها مصدر بس هنا بعد العلامة العشرية دسمال point في three numbers طيب وهنا two numbers طيب وانا ممكن اخلي two numbers دول three قال لي اه انا ممكن ازود العدد ده بروحتي ازاي بحط zero ايه ده ما احنا قلنا بقى الزيرو ده مالوش اي قيمة طالما علي مين الرقم او الكسر العشري اذا اصبح عندي هنا ثلاث ارقام وعندي هنا ثلاث ارقام يبقى تاني عشان اجمع او اطرح لازم احط العددين العشرين فوق بعض مع مراعات وضع الديسمال point يعني لازم الديسمال point هنا يبقى نفس الموضع بتاعها فوق النقطتين العشريتين فوق بعض طيب الارقام بقى سوايا ازاي ان انا بزود صفر لو هنا رقم هنا رقمين ازود صفر هنا رقم هنا ثلاث ارقام يبقى زود صفرين طيب هنا كان رقمين فانا زودت صفر واحد تعالوا بقى نجمع حبيبي تعالوا نجمع الرقمين دول لما اجي اجمع بجمع الكسر العشر الاول طيب تعالوا نجمع كده 2 plus 0 is 2 3 plus 2 is 5 1 plus 5 is 6 وبعدين نحط الديسمال point بتاعتنا 2 plus 2 equals 4 عشان كده طلع معنا 4.652 تاني 4.652 تعالوا حبيبي ناخد مثال كمان مثلا هو بقول لي 93.4 plus 2.31 تعالوا معا حبيبي نشوف هنعمل ايه قلنا اول حاجة بحط ادي النقطة العشرية بتاعته decimal points طب اروح للرقم الاول يعني ادي 93 طب الديسمال fraction قال لي 4 طب الرقم التاني 82 طب الديسمال fraction قال لي 30 1 طب يا مصر بعد العلامة العشرية هنا في رقمين لكن بعد العلامة العشرية هنا في رقم واحد خلاص حطي لي الله 0 خلاص بقى رقمين ورقمين تعالوا يلا نجمع 0 plus 1 excellent is 1 4 plus 3 excellent 7 الpoint بتاعتي طب 3 plus 2 equals 5 طب and we put 9 so it becomes 95.71 تاني 95.71 تعالوا حبيبي يلا ناخد مسألة الطرح هو اللي مثلا 784.865 minus 82.723 طيب تعالوا كده نطرح الارقام دي اهم حاجة برضو ها decimal point العلامة رتب بقى الارقام فوق بعضها ادي 84 وادي 865 طب وهنا برضو 82 وهنا 723 دول ارقام شكل بعض بالزبط حيب عملية الطرح سهلة خالص برضو حنجيب من يمتي اليمين حبيبي 5 minus 3 is 2 6 minus 2 is 4 and 8 minus 7 is 1 يلا put the point حطي يلا العلامة العشرية طب تعالوا يلا 4 minus 2 is 2 and 8 minus 8 is 0 وطبعا قلنا الصفر على شمال العلامة ليس له قيمة او على شمال الرقم اللي بعد العلامة هامت الشمال ما لوش قيمة فيطلع الناتج 2.142 تاني 2.142 تعالوا بقى ناخد مسألة اصعب شوية اضعوا بقى ناخد مسألة اصعب شوية 8 طب هنا ما فيش طب هنا 3 طب يا مستر دولة اتنين ودولة واحدة خلاص يبقى نحط الزيرو بتاعنا خلاص تعالى يلا هللاقي الموضوع صعب سننا طيب 0 minus 3 اه الصفر لو ناقصنه منه 3 قال لي لا مش هينفع مستر طب هعمل ايه هستلف له واحد منين من الاربعة خلاص بقت عشرة ناقص 3 يبقى 7 7 طب دي بقت كما مستر دي بقت 3 طيب 3 ناقص 8 3 minus 8 مش هتنفع او ما اخد لها واحد منين بالتلاتة دي فالتلاتة دي دي بقت اتنين خلاص والتلاتة دي دي بقى 13 طيب 13 minus 8 13 ناقص 8 رفع عليكم ادينا 5 طيب هنحط البوينت بتاعتنا دي كام اتنين ينفع لاتنين نطرح منها 6 هتقول لها مستر ما ينفعش بنقى اخد من التسعة واحد يبقى 12 minus 6 خلاص طيب دي بقى كام 8 خلاص طيب 8 هنطرح منها 6 رفع عليكم حيبقى اتنين فيطلع الناتج بتاعي 26.57 تاني 26.57 تعالوا بقى نشوف حبيبي الارقام اللي وامدهالي في الكتاب ده عند 3.13 وعند 5.49 برضه ادي العلامات العشرية ادي 3 ادي 5 ادي 1439 نشوف الارقام تحت بعضها طيب دولة بالزبط شكل مهم نجمع ادي 3 وتسعة ادي انا 12 اتنين ومعنا واحد الواحد يبقى اتنين 2 واربعة 6 3 وخمسة تمانية خلاص طلعت 8.62 طيب اللي بعدها مسألة طرح قال لنا طبعا 8.6 6 ماينة 6.15 انا حطيت العلامة طيب ادي تمانية وادي الستة طيب هنا ستة وهنا 51 ابقى ده رقم واحد ورقمين روح تجاهم يزود صفر براف عليكم طب تعالوا نطرح او جينا نطرح صفر ناقيس واحد مش حينفع طب حعمل ايه حستلف له من الستة واحد يبقى خمسة ودي عشرة عشرة نايس واحد تسعة طب دي بقى يتكام خمسة خمسة نايس خمسة صفر وثمانية نايس وحط العلامة بتاعتها وثمانية نايس ستة اثنين خلاص خلص الموضوع طيب هنا برضو 2.367 وهنا 8.145 ما جينا نجمع ادي 7 plus 5 is 12 طيب يبقى حط الاثنين وبقى معنا واحد نخضو على الستة حيبه 7 7 plus 4 is 11 حط الواحد ومعنا واحد يبقى 4 4 plus 1 is 5 ما انا كده جمعت الرقم ده حط البوينت بتاعتي طيب 2 plus 8 is 10 تعال نشوف الرقم الاخير معنا 10.512 minus 8 point 145 قبلو نفس الكلام تعال اثنين لو جينا نقص منهم 5 مش هينفع خد لها واحد يبقى دي صفر ودي 12 12 5 7 طب الصفر ناكس 4 مش هينفع او ما خد له واحد عشان يبقى عشرة والخمسة هتبقى اربعة عشرة عشرة ناكس 4 ستة طيب واربعة ناكس واحد تلاتة حط البوينت بتاعتي وعشرة ناكس 8 بيساوي اثنين طبعا هنا حبابي بقول if one tree is three point four hundred and fifty nine meters tall او دي مسألة بقية لفظية بقول لي لو شجرة طولها تلاتة وربعمية تسعة وخمسين الف طب and another tree is two point seven hundred and fifty three meters tall what's the difference in height اول ما يقول لي difference دي حبابي بالاختلاف يبقى معناها ان دي مسألة طرح على طول كده اول ما قولي difference عن اختلاف دي مسألة طرح طب هنطرحها ازاي ادي three طبعا برضو بحط الايه العلامة واكتب الارقم تحت بعضها بالترتيب تعالوا بقى نطرح nine minus three six five minus five is zero four minus seven اوه هتقول لي ما تنفعش يبقى اخد من التلاتة واحد فدي بقى التلاتة دي اتنين والاربعة دي حبابي هتبقى اربعتاشر اربعتاشر نوع السبعة بس seven هنا دي بقيت اتنين العلامة بتاعته two minus two is zero فطلعت zero point seven hundred and six تعال حبابي المسألة اللي بعدها بيقول لي جيهان runs three point five hundred and sixty seven كيلومترز يعني جيهان بتجري تلاتة وخمسمية سبعة ستين من الف كيلومتر on sunday يعني يوم الاحد and five point two hundred and fifty eight كيلومترز يعني وبتجري خمسة ومتين ثمانية وخمسين من الف كيلومتر on tuesday يوم التلاتة what's the total اه لما يقول لي total بقى حبابي ده المجموع وطالما قال المجموع يبقى عايز مسألة جمع فطبعا لما كنا نجمع برضو decimal point فوق بعضها ورتب الارقام وراء decimal point وقبل decimal point ونجمع seven plus eight is fifteen معانا الواحد يبقى seven plus five is twelve معانا واحد يبقى six plus two is eight حط البوينت بتاعتي طيب three plus five is eight ثلاثة eight point eight hundred and twenty five تعالوا حبابي يلا نشوف المسائل اللي هو من الدهالي بقى تدريب بسرعة كده طيب اول مسألة خالص ده مسألة ايه طرح طيب حط العلامة بتاعته شكل ما قلنا طب وبعدين a d 93 93 واد الفور طب واد السكستي سي واد ايه كمان ها دي ها ثري طلع هنا اتنين واحدة حط على طول ايه zero تعال ايلا نطرح طيب الصفر نقص تلاتة مش هينفع اخد لها واحد من الاربعة تبقى الاربعة تلاتة ودي عشرة طب عشرة نقص تلاتة seven سبعة طيب دي تلاتة three minus eight مش هينفع اخد لها واحد من التلاتة تبقى دي اتنين ودي تلاتتاشر طيب نقص تمانية يدينا خمسة جميل احط البوينت بتاعتي دي اتنين نقص ستة ولي مش هتنفع طيب اخد لها واحد منين من التسعة يبقى التسعة تمانية ودي اتناشر طيب twelve minus six is six طيب eight minus six is two تلاتة twenty six points fifty seven تعال نشوف المسألة اللي بعدها برضو نفس الكلام بس دي مسألة الجمع هحط البوينت بتاعتي طيب وبعدين ادي الفور ودي الثري ادي التو ودي الايت ودي الفايف ودي السكس تعال نجمع تمانية وستة هتقول لي اربعتاشر هحط الفور بتاعتي والواحد على الاتنين يبقى تلاتة وخمسة يبقى تمانية هحط البوينت بتاعتي four plus three is seven تطلع seven point eighty four طيب تعال نشوف المسألة اللي بعدها هحط decimal point بتاعتي ادي توينت ثري ودي السبن طيب ودي السكس خلي بالك تحت ثري طيب ودي الثيرتي ايت برضو خلي بالك من ترتيب الارقام طب هنا رقمين وهنا رقم بحط على طول zero خلاص عادي هنا برضو لو حطيت zero يومت الشمال ملوش قيمة طيب تعال نجمع ادي ايت ادي زيرو وحط ايه حبيبي العلامة بس دي نايس واحد يا مصر حطوا على مين التلاتة تبقى اربعة طب اربعة وستة ها عشرة برافو عليكم نايس واحدة حطوا على اتنين يبقى تلاتة تطلع تاني تاني تارتي بوينت زيرو ايت طب تعال نشوف مسألة الجمع اللي بعدها هذه العلامة العشرية برافو عليكم ادي الايت وادي الون تحت بعض وبعدين ادي الفايب وادي ثري تحتها ادي الناين وادي السيبن تعال نجمع ثري بلاس سيبن ايز ها تن هاخد الزيرو بعدين احط الواحدة على الخمسة يبقى سكس ستة طيب ستة على التسعة قال لي اه ده ستة وتسعة دي خمستاشر بحط ايه هحط الفايب بس وبعدين حط العلامة بتاعتي ايه ده مصر مكتبش ففتين لا طبعا الفايب بس وحط العلامة طب الواحد ده هيروح فين على التمانية يبقى تسعة طيب تسعة واحد اكيد هتبقى تن عشرة تطلع تاني تون بوينت فايف او تين بوينت ففتي طبعا الصفر ده مالوش اي قيمة تعالا نشوف يلا المسألة اللفظية الاولى بتاعتنا بقول يعني طاهر اشترى بطختين one weighs 2.65 kg and the other weighs 3.2 kg اللي فاين اول حاجة the total لك اول ما اولي the total يبقى عايز الجمع the total weight of both watermelons الجمع او حاصل الجمع الوزن بتاع البطختين بلما اجمع هادي البوينت ادي 2 ادي 65 وادي 3 وادي 2 طب هنا رقمين وهنا رقم خلاص هحطي 0 على طول تعالوا نجمع يلا 5 plus 0 is 5 6 plus 2 is 8 يلا نحط البوينت بتاعتنا 2 plus 3 is 5 تطلح حبيبي 5.85 هنا بقى بيقول لي the weight difference اه difference حبيبي بقولنا يعني اختلاف اه طب الاختلاف ده مصر يعني قال لي لا اذا الاختلاف بقى ده يبقى طرح ابقى دي البوينت بتاعتي وهحط الكبير فوق ابقى دي 3 ودي 2 ودي 2 ودي 65 ابقى حطي ايه يا حبيبي عشان تكمل 0 طيب ينفعت راح صفر نايس 5 هتقول لي لا ايبقى اخد الواحد يبقى دي 1 ودي 10 يبقى كده 5 10 نايس 5 5 طيب تعال كده ادي ايه 1 minus 6 حالو لا مش هينفع اخد الواحد من هنا يبقى دي حبيبي 11 minus 6 is 5 جميل البوينت بتاعتي طب دي بقى 2 2 minus 2 is 0 تطلح حبيبي 0.55 تعال نشوف يلا المسألة اللي بعدها بوليفاريدا سوام 100 ميترز 2 بوينت 706 ثري مينت يعني عامة 100 متر في ديئتين وسبعمية تلاتين من الف زينب عامة نفس المسافة 100 ميتر طب في كام 2 بوينت 341 يعني ديئتين وتلتمية وحدة وربعين من الف ديئة طب هنا بقى بيقول لي خلي بالك الأسرع اللي قطع المسافة في أقل زمن يبقى إذا أنا عايز هنا الرقم الأصغر فين الرقم الأصغر آه قلنا لما جا قارن أمشي من يمة الشمال 227 قال لي بس يبقى ده لا قال فإذا مين هنا الأسرع هتقول لي زينب آه هي أسرع بقى إيه طالما قال لي أسرع بقى إيه بقى لازم أجيب الفرق بين الزمنين يبقى على طول هكتب 2 وإدي البوينت حبيبي طبعا عشان أجيب الفرق هجيب الكبير واطرح منه الزغير يبقى أنا عندي 7 وعندي 6 وعندي 3 قلنا لازم decimal point بقى تحت بعضها حبيبي يلا حكتب هنا limit الشمال اللي هو 2 وعندي كمان هنا بالترتيب أدي 3 أدي 4 وأدي كمان 1 تعالوا بقى حبيبي نطرح يلا 3 minus 1 is 2 6 minus 4 is 2 7 minus 3 is 4 نحط الpoint بتاعتنا 2 minus 2 is 0 يطلع هنا فرق السرعة 0.422 or 422 وبكده يبقى أنا قدرت أجمع واطرح الأعداد العشرية بشكل سهل وبسيط جدا أتمنى أنتوا تكونوا استفدتوا من الدرس بتاعنا النهاردة don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes اوعى تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل الحلقات اللي جاية إن شاء الله واستنونا في الحلقة الجاية مع الدرس التالت goodbye السلام عليكم اشتركوا في القناة